خديجة مرحباً أهلاً وسهلاً هل تعتقدين أن العلم والمعرفة يتطوران مع مرور الوقت؟ نعم، بالطبع إذن هناك مجال لإكتشاف نظريات جديدة لم تطرح من قبل؟ هناك مجال لإكتشاف نظريات جديدة لم تطرح من قبل إذا كانت حقيقية، إذا كانت صحيحة ولكن أليس من الطبيعي أن تحتاج النظريات الجديدة إلى وقت طويل لإثبات صحتها؟ نعم، ونحن مع ذلك فلندروسها لوقت طويل لكي نتوصل إلى قرار من الممكن أن تصنف بعض النظريات التي تطرح اليوم بأنها زائفة فقط لأنها لم تأخذ وقتها لإثبات صحتها ليس بالضرورة ما رأيك في نظرية الجراثيم للويس باستور في القرن التاسع عشر تم تكذيبها في حين أنه تبين فيما بعد أنها نظرية صحيحة؟ ذلك كان في القرن التاسع عشر، نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين وندعو إلى تطوير مهارات، اتخاذ قرارات حول إذا كانت صحيحة أو زائفة ذلك كان ثابتاً ولكن سنن التاريخ واحدة يعني ولكن سنن المعايير تختلف هل تعتقدين أن العادات الغذائية مثل الوجبات السريعة قد يزيد نسبة أمراض السكري والضغط؟ نعم هل تعتقدين أن منع الأشياء التي قد تكون ضرر يساهم في حماية المجتمع؟ نعم بالطبع، الضرر يساهم في حماية المجتمع واسمه ضرر أصلاً في اعتقادكم هل يجب منع الوجبات السريعة لإمكانية وجود ضرر؟ التغذية ليست مدرجة في ذلك، نحن نتحدث عن الكتب التي فيها معلومات زائفة إذا كان كتاب فيه معلومات زائفة عن تلك الوجبات، فسوف نمنعه لأنها معلومات زائفة طيب، ماذا عن السيارات مثلاً؟ هل نمنعها لأنها قد تؤدي إلى حوادث السير؟ لا، المعارف الزائفة ليس فيها ضرر وشيء جيد، المعارف الزائفة ضرر، السيارة ليس فيها ضرر فقط فمثالك باطل لحظة هل يكتسب القارئ مهارة التفكير النقدي من معرفة المغالطات ومناقشتها؟ ليس بالضرورة، يكتسب التفكير النقدي إذا لم تشوه الحقائق أليس من الممكن أن تساعد دراسة المغالطات ومناقشتها في تنمية الفكر التفكير النقدي؟ لا، وإذا كان كذلك، فسوف يكون لفئة من العلماء، والعلماء أصلاً يمتلكون تلك المهارة هل يوجد شخص يخلو من أي تحيوزات فكرية؟ نحن نسعى إلى وضع أشخاص يخلونا من تحيوزات فكرية هل تعتقدين أنه يوجد شخص يخلو من تحيوزات دينية، سياسية، اجتماعية؟ نعم، إذا احتكمت بالموضوعية، نعم ولكن ألا نحتاج كذلك إلى معرفة الزيف لتمييزه عن الحقيقة؟ ليس بالضرورة، الحقيقة لا تعرف دائماً بالزيف ونحن ندعو إلى منع ذلك الزيف أصلاً لكي تظهر الحقيقة وتسطو ترجمة نانسي قنقر